دكتور يمكن قبل الروح إلى الاتصالات تحدثنا بنقطة مهمة وهل أن الوزارة التعليم العالي تخرج حتى تتعين أم ماذا؟ ما طالب يقول لك اليوم أني درست من أجل أني أبحث عن فرصة عمل على سبيل المثال أروح إلى المهنة الطبية مثلا هم بقرار ستة لسنة ألفين هم تعينهم مركزي ولكن لكثرة والمخرجات بالنهاية صار هناك إشباع ولا حاجة للأعداد التي تخرجت مؤخرا وأصبحت عندنا مشكلة حقيقية دا يظهرون يوم وزارة الصحة ووزارة المالية حتى يحصلون على هذا التعين المركزي المعحد النفطي وكليات أخرى بمسألة التعين المركزي لأن تعين مركزي أنا دخلت هذه الكلية وتحملت الأعباء المالية وصلت الأعباء علي لربما حتى بعت نص من بيتي مثلا بالنهاية شلون أقدر أثقف الطالب بأنه أنت بعد التخرج من الممكن تذهب إلى القطاع الخاص مشرط تتعين بوظيفة وبراتب 900 ألف 600 ألف 400 ألف الموضوع بيه عدة عوامل حتى يكون واحد صريح بيه هو أحنا الخريج طبيعي بحث عن فرصة عمل ليس فرصة التوظيف والفرق كبير بينها أكيد فرصة العمل نحكي عن القطاع الخاص هل القطاع الخاص اليوم بالعراق بوضع الطبيعي يوفر فرص عمل لكل خريجي العراق لا يوم القطاع الخاص الدولة مهتمة في تفعيله وعندها عدة لجان لتفعيل قطاع الخاص والشراكة بين قطاع العام والقاص وإلى آخره وضع الآخر حتى الخريجين اللي موجودين هسة اللي طالبون بتعينهم وهذا حقهم اللي وزارة الصحة ما تقدر تعينهم هو بيه سؤالين حقيقيا نسأل وزارة الصحة هل توجد مؤسسات صحية تكفي للشعب العراقي ما تستوعب هؤلاء أم هلانك نقص بالمؤسسات الصحية أساسة حتى ممكن الخريجين تقول عندنا شباع هذا السؤال يجاوب عليه وزارة الصحة بس بالنتيجة ما هو نفرض فرضا اليوم الدولة صار على تشباع في كل مؤسساتها نلغي مؤسسات التعليم نقول بعد جامعات ما تقدر نعلم الناس في شحالة شون نقدر نحول الشباب إلى القطاع الخاص خلص إذن إحنا اليوم أمام حقيقة لازم ندركه إنه يا شبابنا يا عوائننا السوق متجه إلى قطاع خاص إنشاء مشاريع خاصة تدريب تأهيل الدولة ممكن تأخذ ثلاثة أربعة بالمئة كل سنة حتى تأخذ حاجتها من الستاف ومن الهيكل الإداري مالتها بس بالنتيجة ممكن تذهب إلى قطاع خاص أنا أحكي ليش فد قصة بسيطة مهندسيننا اليوم اللي أدخل لهم في كلية الهندسة أقولهم أنت ذا صرت ماهر في هندسة الأمن السبراني أو ماهر في هندسة الاتصالات مهندس ماهر عند مهارة المطلوبة أنت ممكن تروح للقطاع الخاص في هاي الشركاتنا اللي موجودة بالعراق بثلاث أربع أضعاف الراتب واضح صح فإذن أمامنا جهد لازم نبذلة حتى نصير مهندسيين إعلاميين قانونيين إلى آخره إلى آخره إلى آخره ولا اليوم القانوني الماهر ممكن القضايا اللي يأخذها رأس الشهر ما يأخذ أي محامي يتعين في أي مؤسسة صح الإعلامي الناجح اللي روح يتعين في قناة فضائية مو مثل يتخرج من كلية الإعلام ما لا قيله ما يعرف يكتب له مقال فبالنتيجة رح يصير فرز طبيعي للموهوبين يأخذون أماكنهم ويأخذون تفاصيلهم ويصير هذا السباق نحو من يكون الأفضل ليستحق فرصة العمل وهذا ترى كل موجود في كل العالم إلا الدول الاشتراكية اللي تأخذ الثروات وتوزحها وتقول إحنا بالنتيجة رح نعين عليكم كلها وهي أعتقد بدأت الدول تقل 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 بمستوى تريد خرجين مهرة فشلون نصنع خرجين المهرة هذا الموضوع خليني أحكي بيبكين بدقائي فتيا إحنا من أسسنا جامعة الشعب أحد الجامعات الأهلية اللي انضمت قبل ثلاث سنوات لعائلة التعليم العالي خلينا شعار اسمه شعار مهارة وتعليم قدمنا المهارة على التعليم دخلنا بالنموذج التعليمي ندرب الطالب أثناء وجوده بالجامعة على شيئين مهارات الشخصية والمهارات المتخصصة أو السوفت سكلز والهارد سكلز السوفت سكلز شلون يحكي شون يقنع ناس فكرته شون يسوي تفاوض شون يسوي كمينيكيشين شون يتعلم على الدجتال وورد أو العالم الرقمي شلون 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 اللي نفس الأسئلة اللي تسئل في أي مقابلة بقطع خاص شوفونا هذا الشخص هو متواصل يعرف يتشرح فكرته يعرف 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 في الآخري وضوع الآخر المهارات المتخصصة هندسة الاتصالات وفر لمختبر بالاتصالات أبو الأمن السبراني وفر لتجارب الأمن السبراني نخليه هو انجيجد وي مؤسسات مرتبط وي مؤسسات تهتم يعني عدنا البالحة صار مؤتمر بالاقتصاد أقام مركز البيدر وحضر مؤسسات من مختلف قطاعات دولة المحافظة البنج المركزية ومستشاريس وزاراء الاقتصاد تعرفين شنو سونا جانات شعب أخذنا طلاب الأوائل ما سنة الفاتحة تبعتهم ومم تخرجين أخذناهم لهذا المؤتمر قاعدة وسمعة ومتحدثين يحكون عن الاقتصاد العراقي ومشاكل وترسلاته فهذا دمج الطالب أثناء فترة الأربع سنوات في قضايا عملية حقيقية أعتقد راح تخرجه وهو يمتلك مهارة ممكن راح تسعفه في إيجاد فرصة عمل ترجمة نانسي قنقر